هذه الصحيفة راه يوم القيامة شوف الصحيفة أعوذ بالله سوداء صحيفة سوداء كالحة فيها سب الصحابة فيها اتهم الله عز وجل وفيها سب النبي صلوة السلام فيها ترك الصلاة فيها ادعاء العصمة الأنبياء ادعاء العصمة عفوا للأمة أنا علي هذا معصوم من الغلط الحسين معصوم من الغلط الحسن معصوم من الغلط جل عبدين معصوم من الغلط نعش نعش امام احنا ما عندنا معصوم الا رسول محمد صلى الله عليه وسلم قل موتوا بغيظكم ايو والله ما في معصوم لا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هذا فأل الدراجي أنا ما سبه سبني ودعا أنك أنا أنا ما سبه لكن هذا إنسان يعني ماذا أقول عنه سبحان الله إذا يفضل كربلا على الكعبة تشير هل تتكلمة هل تتناقشة بناقشة الشيخ مصور عدوي قال انت ايو ما أفضل عندك كربلا ولا الكعبة قال كربلا قال انت يعني يا ثائر انت شارب يعني تصاحي فيك مينون هوس ما في مسلم يقول بأن كربلا أفضل من الكعبة والله عندي حبيتي فيها روايات كثيرة عن هذا الموضوع السحي أقولها السحي أقولها ايو الله والله أخزل أقولها في بيت الله عز وجل أن الكعبة هي كذا 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 لآن البيت الله الكعبة المشرفة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى قبلة المسلمين أحياء وأموات الله شيء عظيم الكعبة لا حرمة عظيمة صلاة فيها امية أبصرة هذه عن بعض الناس عند الرافضة كذا كذا لآن البيت وهذا قالوها طبعا بالواتسابات يعني استغفر الله استغفر أنا عالم لآل البيت في مسموك هذا القول زنديق كافر ملعول خبيث أنا والله ما أسف لكن قصب علي نصف هذا الإنسان درسنا عن كظم الغير ما يقول عنه يقول عنه جاهل لا سفي لا هذا مو سفي هذا عاقل ما يقولون يعني هي الطفوف فطف سبعا بمغناها فما لي مكت معنا مثل معناها هي الطفوف كربولا فطف سبعا بمغناها فما لي مكت معنا مثل معنا أرض ولكن سبع شدات دادت لها أرض ولكن سبع شدات دادت لها وطاط علىها لأتناها شلون قال لي نعم سائر هذا يقول أن وهذا طبعا عقيدتهم أن كربولا أفضل من بيت الأعزم شنو الدليل المعصوب قال والله هذا القرآن العظيم أن المعصوم ما قال وهي معصوم معصوم من نبينا محسوس ما قال مكربولا ماذا فيها قابل حسين سيدة زينة أو فلان من فلان أو فلان قبور يا أخيان قبور الله يرحمها سبحانه وتعالى لها يوم القيامة مكانة عالية إذا ماتت على هدي رسول محمد الصلاة والصلاة أما انتفاع فيها تلمسها تحسسها تقبيلها شرك بالله أو بدعه حسب نية العبد أنما الأعمال بنيات ونما لكل مرئ ما لو قذب الغيض أحب يأتي بأشي عظيم وخلق عظيم من كذب غيضا وهو قادر على أن يفيد قادر النتيجة دعو الله سبحانه على عسل خلائق فلاب لفلان حتى أن الله سبحانه يخير من حول العين يزوج من حمال شاء